عشان كده ما بنلاقي منها اكتربة او منها اتعقد يفيد هزا الامر بنمسك فيه فيدينا واسنا النهاردة على ذكر معرض الكتاب الله سبحانه وتعالى عطرني فيه افراس قالي تعالي فيه هزا المكان ده جمعية همه ودي مش عارفة جمعية ايه كده اعطاء جنبيها عملة مجلة انا طبعا انا اليف كتربية يعني الحاجات دي كانت بقى ايه اللي حبيت تحملها للأولاد بقى كنت انا اللي بقى ألف والله يا مون والله ما كان فيه مصادر زي مثلا خلصنا قصص الانبياء وخلصنا الصيرة وخلصنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ورجال حول الرسول ونساء حول الرسول وجميع ما تتخيلي من الرموز غازين قصص غازين نعمل وعندي سلوك في البيت انا شايفا محتاج تعديل قاعد اخطط بقى واعمل وبعدين لما مش عشان ادب الاستئزام نعم اعمل قصص وبعدين علشان ازاي انت تاخد حاجة من حتى من حقل القضية بتاعت ازاي انك تاخد برتقالة وقعت منها الحق وده يحق لك الامر الفقهي لازم نجيبها القصة فجئت بمجلة مش هل تسمعها طقوة ولا ايه طحفة بناء القيم والاخلاق من خلال القصة ومصورة وكلام انا زاد نفسه فرحانة وانا بتطرق هو ده احنا عايزين لأولادنا ده المدرس والمعلمة والمعلم اللي بيعلم الأولاد لازم يبتكر لازم يبتكر يكسب القلب قبل العالم يعني مثلا الأولاد اللي هم بيعيطلون مدرسة فكرة اللي عملت وانت سقفة انت تختار اني حاجة سقفة ولا حبن ولا تسقيفة ولا تبتبة ولا شوكولاتة كل معظم اللي كان قبلها ينفظ مثلا حاجة وعشرين كله عاوز الايه عاوز الحبن من الاستاذ لا عايزين شوكولاتة ولا عايزين انت متخيلة اكسب القلب لما انا اكسب لقلبها لما اجي اقولك على مرب من المربين ما هي المشكلة عندنا في حاجتين ان المدرس لا يفرق مابين ما فيش اصل عنده غير هو المنهج المجرد لا مثال اساس بقى انك ممكن تعطي ده مع فتح القلوب والعقول مرب من المربين بمجموعة من العيال وبيربيهم وبعدين هو بواحد جار جديد ليهم سيطر عليهم سحبهم بقى من القيم اللي كان بيقولها ومن الاخلاق والسلوكيان ده زعلان اعمل ايه فكان الاولاد وهما في سنة صغير احنا اللي بنربيهم كان نساء المسجد فلما كبروا لازم الشباب لازم يتعلموا الامر من شباب ويحاكوا شباب فيعمل ايه قلت له روح لو عرفت تصاحب على ده على اللي هو القائد اللي يلموهم ده قاعد شهر كامل شهر كامل يروح للبيت ويكلمه ويجيبه مش عارف ايه وإحنا عندنا دورة كرة كذا شهر لحد لما خلاص الولد كان في عازم الاستاذ دوت عنده واهل بيته طبعا فرحانين فيه حد مربي بيقول كده فيه مسجد فيه اصحابه بيقولوله لو انت فينه بتاع لهم لأ عندي ضيفه بتاع وكده اهو عايز يكلمكم يوفقوا الاستاذ فلان اللي كان بيقول لنا على اللاه ايه يا سيد انت بتاعنا مش بتاعوا انت بتاعنا كسب كسب العقول لما اجي اشرح حتى ولو صعب والله البنت اللي كانت بتتكلم بتقول انا السودة بتقول كده على نفسها انا السودة الفشلة وام شعر كيرلي ده اللي كان اخواتها كلهم بيت بيحصل عليها تنمر من العيلة كلها وماش عارفة تجابه ولا عارفة تشوف تشوف الصخرى اللي بتتم من البنتها ديت ومكادش حط دفاع عن بنتها البنت انت كسب ما انتش عارفة ده انت كذا انتش طالع شكل كليمي انت عاملة كده ليه هو انت جاية من قفر هو انت تنمر رهيب وسخرية غيرها عادية نها الله عز وجل عنه نعم لحد ده ما جيه مدرس الله ايه الاكسنت بتاعتك دي وهي اصل بتجيب صفر وخلاص بتطلعوها وتدرس في البيت او بتقعد خلاص مش عايزينا في المدرسة ايه مدرس لا ايه الاكسنت بتاعتك دي انت اقي كده قايت لجاة قال لها ممتاز تعالوا تعلموا منها فعارفة دي نسقة نعم قعدت مرة مع مجموعة من الشباب شباب جامعة وبنات انت عارفين اللي انتكاسة بتاعتهم الاولانية ايه من المربي ايه اللي نجاهم واحدة تقولني نجاني مدرسة لغة العربية والتانية تقولك اللي نجتني مدرسة العلوم لما قالك كذا وكذا هو ده اللي احنا محتاجين نعم ده اللي احنا احنا محتاجين ان ربي يبتكر الاساليب التربوية الصحيحة والانشطة الصحيحة ويخترع انا بتكلم في كيميا تعالوا وما نتطلع على الكيميا ايه المشكلة بتكلم في قام تعالوا وما اخدهم رحلة ميدانية يشوفوا الكلام اللي انا بتكلم عنه وفي نفس الوقت جاء وقت الصلاة الله هو اكبر جاء وقت يلا جاء كذا لا المسلم لا بيعملش كده في اخوه لها النبي صلى الله عليه وسلم هو انا هلاقي احسن من المحكاة وانا بعد انت قاعد نعم 8 ساعات شفت مدرسة موجودة حاليا نسيت اسم صفحتها هبقى جبها هحطها لكم في اللينكات اللهم مبارك عليها فصرت جزء عامة واسقطته على الاحداث في غزة وكت عاملة ورشة وجايبيني من الورشة اللي هي عاملها اللهم مبارك عليها نسيت اسمها لان النمازج اللي دي من حق ان احنا نقول عليهم ناس تتبعهم نسيت ان شاء الله افتكر وحطها لكم في التعليقات فالاصل ايه الابتكار ده جزء محدش يقول الحكومات محدش يقول الدراسة محدش ماناش دعو خلاص ما انت فهمت هوا ما جاتوا فن الاقصى وانت فهمت هوا ما فهمت هوا ما شغلين عليك لعب ازاي وتغريب ازاي وبعد ازاي انت اشتغل مؤسسات المجتمع المدني المؤسسات الخدمية بتوع التطوع الجمعيات الخيرية